أنا الأهلي أنا الأهلي أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة استثنائية لجمهور استثنائي بيشجع بالتأكيد نادي استثنائي حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر أهلا بك فارس أهلا بك يا أوسامة وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي والأهلي خط أحمر في ليلة جميلة من ليالي اللي احنا بنحبها عشان شبه النادي الأهلي بالتأكيد أنا الأهلي أنا الاستثناء لكل قعدة أنا الأهلي أنا التاريخ اللي منحوط على جدران السنين بالبطولات والإنجازات بيجسده شخصيات وأساطير هتكون سعيد الحظ لو أنت عصرت هؤلاء وهتكون أقل حظا لو كان عبارة معرفتك بهؤلاء التاريخ الحقيقة إحنا سعداء الحظ جدا إن احنا بنعيش فترة مع النادي الأهلي من الجيل الزهبي أيوة الجيل الزهبي بل الجيل المنديالي مع كل جيل كان بيمر على تاريخ النادي الأهلي كنت بتبقى قاعد مستني هل هل لا جيل يعوض الجيل ده من جيل كابتن صالح سليم في البدايات وتسع بطولات دوري متتالي لجيل الكابتن محمود الخطيب ورفاقه في التمانينات وغزو أفريقيا على مستوى البطولات القرية إلى جيل كابتن حسام حسن ورفاقه في التسعينيات ثم جيل أبو تريكا وبركات وعماد متعب وكابتن واق الجمعة وكل الأسماء اللي ظنينا إن هو ده الجيل الزهبي الجيل اللي حقق برونزية الجيل اللي كان بدايتنا للعالمية حتى جاء هذا الجيل الجيل الحقيقي اللي ابتدى تكوينه من مداخلة كانت هنا في القناة هنا مداخلة من الكابتن محمود الخطيب بعد الإخفاق أمام التراجة التونسي بعض الملفات محتاجة لإعادة الحسابات وبالفعل في يناير 2019 بدأت نواة هذا الجيل في أعلى مستوى للتعاقدات في شهر يناير مروا بكابوة بالتأكيد كانت كابوة ولكنها كانت كالنار اللي بينصهر جواه الدهب كابوة سانداونز خرج منها النادي الأهلي ليقتحم أفريقيا ويقتحم العالمية هذا الجيل قدر يحقق ثلاث بطلات دوري أبطال أفريقيا من أربع مرات وصل فيهم للنهائي هذا الجيل قدر يحقق ثلاث برونزيات في كأس العالم للأندية من أربع مرات وصل فيهم كأس العالم للأندية ولسه كمان مكمل في 2025 إن شاء الله ولازم تحلم وانت مع النادي الأهلي لأن الحقيقة البعض بيحلم خارج النادي الأهلي بل البعض بياخدوا الخيال لبعيد جدا والخيال اللي بياخدوا بعيد جدا الأهلي بيعايش جماهيره واقع تخيل أنت كم فريق بيحلم أنه بس يلعب في مونديال الأندية تخيل كم فريق ممكن يحلم أنه ياخد مدالية في مونديال الأندية أحلام ربما لا تتحقق للبعض على الإطلاق ولكن للنادي الأهلي حول لك الحلم الواقع فبدأ البعض يقول إيه ده إحنا كل سنة هناخد برونزية القصة أصبحت عادة فأصبحت سهلة على البعض لكن الحقيقة لا ده مجهود كبير وكبير قوي بيبذل من مجلس إدارة من تكوين أجهزة فنية لا نبخص حق أي جهاز فني ساهم في هذا الإنجاز وعلى الأخص بيتسو مسماني ثم مرسيل كولر اللي بييجي بيغير في هوية لعبي النادي الأهلي في مونديال الأندية ليصبح هذا الجيل مونديالي يعني إيه غير هوية ما احنا عاملين ثلاثة برونزية قبل مرسيل كولر لكن الحقيقة أفضل أداء اتقدم في مونديال الأندية كان على إيد هذا المرسيل كان على إيد كولر في مونديال الأندية الحالي والمونديال السابق الحقيقة الراجل اللي قدامكم ده المشجع الأهلاوي اللي بيتحدث عن جماهير النادي الآلي بمنتهى الشغف يستحق التقدير زي ما كل مجلس الإدارة يستحق التقدير وعلى رأسهم بالأسطورة الكابتن محمود الخطيب لأن الحقيقة الإنجاز لتحقق في مجلس الإدارة الحالي هو إنجاز غير مسبوك انت بتحقق تلاثة برونزية مع هذا المجلس وبتحقق مع هذا المدير الفني بالتأكيد أجمل أداء وأفضل أداء أشاد به كل منصف كل موضوعي اتكلم عن مونديال الأندية هذا الرجل مرسيل كولر حقق أربع انتصارات عشان يكون الأكثر تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية عشان كده احنا لسه مستنين كتير وعشان كده الراجل ده يتحارب عشان كده مجلس الإدارة يتحارب عشان كده بعض اللاعبين هتعرضوا الانتقادات ولكن هذا قدر النادي الأهلي في وقت الانتقادات احنا دايما وأبدا بنحقق أحلام الغير وبنعيش الواقع بطولات وإنجازات أفرس أكيد يا أسامة يعني ليلة مفرحة وليلة مهمة وأنا يا جماعة عايز أبدأ من حاجة نكون واقعيين فيها احنا كتير هنا بننتقد وكتير جدا بنشيد لأن أنا بشوف العلاقة السوية تجاه النادي الأهلي أنه هو أنت يكون علاقتك بيه موضوعية سواء في الأمور اللي تستحق النقد أو في الأمور اللي تستحق الإشاد بس يعني عشان أصدقكم القول احنا لما بنزعل الفترة الأخيرة بنزعل قوي وبنزعل بزيادة بس لازم لما نفرح برضو نفرح قوي وهو طالما يا جماعة بنزعل قوي من أي إخفاق يبقى لازم نبدي أي فرحة حقها أنا عندي مشكلة مشكلة هي مشكلة جميلة في حياة الأمر إن إحنا يعني سهلنا الصعب الأهلي سهل قوي الصعب النادي الأهلي من كتر ما هو بيعمل إنجازات هي في حقيقة الأمر صعبة قوي فحقيقة الأمر استثنائية قوي فحقيقة الأمر مستحيلة على أي حد معاك في منظومة الكرة القدم المصرية فما بقناش بندي حقها أنا معاك طموحك كأهلاوي السحاب أنا معاك إنه طموحك كأهلاوي ملو السقف النادي الأهلي هو الطموح بجد هو اللي طموحه عمره مكالي سقف عمره مكالي نهاية عمره مكالي حدود ولكن في نفس الوقت إحنا بنشوف يا جماعة ناس بتفرح بالله شيء أنا عمري ما حاولك يعمل زيهم لأن عقليتك كأهلاوي مختلفة عقليتك كأهلاوي متفردة عقليتك كأهلاوي على مدار تاريخك مجالس إدارات ومدربين وجمهور ولاعبين هي دايما بتبحث عن الاستثناء مش بتبحث عن اللي بيعمله عوام الأندية أو الآخرين من الناس أنت دايما مش شبه عامة الناس في اللي بتحققه أنت شبه الاستثناء ولكن دا جماعة مش معناه أبدا أني ما حسش بقيمة وجمال الاستثناء يعني إيه كان نفسنا في الضيئة أكيد كانت في المتناول أكيد أكتر ولكن هل تحقيقك ثلاث برونزيات من آخر أربع مشاركات في كاس العالم للأندية في آخر أربع مشاركات بتحقق مرة المركز الرابع والثلاث برونزيات لا لازم توقف عند الرقم عزيزي الأهلاوي لازم تفخر عزيزي الأهلاوي لازم ترفع راسك عزيزي الأهلاوي لازم تفرح يا أخي افرح لا افرح ودي الفرحة حقها وتبسط وحس أن انت بتحقق اللي غيرك ما بيحققوش بص لغيرك وشوف أن انت في حتة تانية خالص آه هو يا جماعة بقى النادي الأهلي بجد بتاع الحتة التانية لا دا الحتة التالتة والحتة الرابعة واكتب اسم النادي الأهلي وسيب عشر سطور فاضيين وبعد كده دور تكتب اسمي مين في مصر بحقيقة اللي بنقول يا جماعة له تعصب وله مبلغة دا أقل شيء النادي الأهلي يستحقه تعالى اقف قصاد جيل لازم ياخد حقه هذا الجيل لما بننتقد وهذه الإدارة لما بننتقد ولما الجمهور بيكون عنده شيء سلبي قول وشوف السلبي وقول ان انا كنادي أهلي أستحق الاستثناء حقك وانتو عارفين ان انا دايما بشوف ان النادي الأهلي لا لازم يسعى للاستثناء وما تقوليش اصليه لا لا هو النادي الأهلي فعلا في حتة تانية ولكن مهم جدا ان انت كمان مش بحثك عن الاستثناء يخليك لا تدرك الواقع ودي معدلة نفسية في غاية الخطورة لما تعتاد الاستثناء وتفضل تجري وراء مش هتعرف تفرح بحاجة تانية لا افرح ودي الفرحة حقها انت عندك جيل عمل ايه اخر اربع بطولات دوري بطار افريقيا مشارك في النهائي محقق تلاتة منهم عند الجيل اخر اربع منديلات محقق تلات برونزيات لو انا مدتش النادي الاهلي حقه ده يبقى دمين ويا جماعة انا عايز اقول ان احنا مشكلتنا ان انت مش قادر تحس عظمة ان انت فعلا مختلف عظمة ان انت فعلا متفرد هتلاقي الاخرين احلامهم لا تقارن بالنادي الاهلي طب مش احلامهم ده واقعهم ده كل حاجة ده انت بتلاقي ناس طلعة تقلل من برونزيات كاس العامل الاندية وبقالها عشرين سنة شايف عشرين دي كبيرة ازاي مايقترب من ربع قرن محققوش البطولة القرية الاكبر مش مشاركوش في كاس العامل الاندية لان جماعة ده ليفل تاني ومستوى تاني ومع احترامي كلم كل حد خاطبه الناس على قدر عقوله كلم كل حد على قده فالنادي الاهلي قده كبير قوي فحتلاقي الاخرين حلمهم بس حلمهم يا اخي انه هما يقفوا على الميدالية تتويج في دورة ابطال افريقيا وده شيء مستحيل يا اخي هتلاقي بعض الفرق هي زميلة دور المجموعات وزميلة بطولات كونفدرالية وزميلة بطولات لا ترقى لحتى ان انت تشارك ديها في كاس العامل الاندية فشوف الفارق وشوف الواقع وما تقفش دايما غير عند حلمك واعتقد يا اسامة النادي الاهلي حلمه كبير واستحق ان الناس تفرح انا نفسي زي ما بنزعل زي ما بنفرح هي دي المشكلة ان لازم جميلة النادي الاهلي زي ما بتدي يعني قدر للحزن في اي اخفاق يعني لازم نفرح ونستغل الوقت اللي بيحق فيه النادي الاهلي الانتصارات وهو كثير الحقيقة